باقي أيام على المعركة الانتخابية الأكثر سخونة في العالم وهي انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل وكالعادة حملات المرشحين في الأيام دي بيركزوا جوالتهم وتحركتهم في الولايات المتأرجحة أو الولايات الحاسمة أو ولايات ساحة المعركة كل دي تسميات بتنطبق على تقريبا سبع ولايات هم دول اللي بيحددوا من هو رئيس الولايات المتحدة الجديد بنسلفانيا، ميشيجن، ويسكنسن ودول التلاتة المعروفين باسم ولايات حزام الصدق لأن هذه الولايات كانت فيما مضى قد اشتهرت بكونها مركز للتصنيع الثقيل أيام ما كانت تصنيع الثقيل ثم تراجعت مستويات العمل ومستويات المعيشة بها ومعاهم أريزونا وجورجيا ونيفادا وكاليفورنيا الشمالية نورث كارولاينيا الولايات دي هي اللي معاها مفتاح الدخول إلى البيت الأبيض باقي الولايات مقسومة نصين نص منها معروف بالولايات الحمراء اللي بتميل للحزب الجمهوري والنص الثاني معروف بالولايات الزرقاء اللي بتميل للحزب الديموقراطي الولايات المتأرجحة هي مش محسوبة بشكل صريح على حزب من الحزبين هي دايما في تغير مستمر المزاج الانتخابي هناك بيتحول من الأحمر إلى الأزرق والعكس يعني مثلا استطلعت الرأي خلال شهر يوليو عشرين اربعة وعشرين قالت أنه فيه ست ولايات متأرجحة هي نيفادا واريزونا وجورجيا وميشيغن وبينسلفانيا وويسكونسين دول كانوا وقتها بيدعموا ترامب رغم أنه نفس الولايات دي كانت الحاسمة في خسرته أمام جو بايدن في انتخابات عشرين عشرين ولما انسحب بايدن برضو نفس الولايات دي أظهرت في استطلعت الرأي تأييدها للمرشحة الديموقراطية كمالة هارس وبالتالي مفيش مرشح يقدر يتوقع نتيجة التصويت في الولايات دي غير وقت إعلان النتائج علشان كده بتبقى فيه منافسة جديدة جدا بين المرشحين في السبع ولايات دول لأنه فوارق التصويت بتكون دائما متقربة جدا ولأنه معظم الولايات بتعلن نتائجها بطريقة الفائز يأخذ كل شيء فده معناه أن اللي بيفوز بأغلبية الأصوات بيحصل على أصوات المجمع الانتخابي كاملا عن الولاية علشان كده الحملات الانتخابية بتكثف معظم جهدها وبتخصص غالبية الإعلانات والمؤتمرات والموارد والزيارات لتلك الولايات لحسم المنافسة وطالما فيه مؤتمرات وزيارات يبقى هذه الولايات هي اللي بتشهد إعلان مواقف المرشحين في القضايا الأكثر تأثيرا في الرأي العام وفي الأغلب تحظى هذه الولايات بأكبر قدر من النقاش في الانتخابات التمهيدية للأحزاب ويتم التطرق لهذه القضايا بعد كده في مرحلة الدعاية يعني مثلا هتلاقي فيه ولايات حزام الصدق اللي هما بين سلفينيا وميشيجن وويسكونسن هتلاقي أنه معظم الأضايا الانتخابية المصارة فيها هي البطالة والأوضاع الاقتصادية وكيفية إعادة تشغيل المصانع المغلقة اللي طبعا انتقلت صناعتها إلى دول أخرى وعلى رأسها الصين والمكسيك وهكذا عندك مثلا أريزونا أريزونا ولاية حدودية وأي قرارات أو توجهات تخص الهجرة بتبقى مؤسرة جدا في التصويت يعني الجمهوريين بيرهنوا على هذه الولاية بالذات لأنها عانت كثيرا من سياسات الهجرة اللي رسمتها الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن لأن دي ولاية صغيرة وفيها أعداد مهاجرين كتير جدا وبالتالي ترامب وحملته عندهم أمل في أن تكون هذه القضية قضية الهجرة عاملا حاسما في تصويت الناخبين في أريزونا للحزب الجمهوري خصوصا وإن الهجرة والاقتصاد هما أبرز القضايا التي تأتي في أولويات اهتمام سكان أريزونا حسب استطلاع الرأي اللي تم إجراؤه في فبراير عشرين واربعة وعشرين أما بالنسبة لولاية جورجيا دي بقى ممكن تعتبرها أرض مفتوحة للمرشحين تعتبر مثال رئيسي على التحول من الولايات الآمنة إلى الولايات المتأرجحة والسر في التركيبة العرقية مثلا بايدن فاز بالولاية دي في انتخابات 2020 أمام ترامب ترامب فاز في نفس الولاية في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون وفي يونيو 2024 يو اس نيوز صنفت الولاية على أنها متعادلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 رغم أنه تلت سكان جورجيا من أصل أفريقي وهي واحدة من أكبر نسب السكان من دول الأصول الأفريقية في البلاد ويعتقد أنه هذه التركيبة السكانية كانت فعهالة في فوز بايدن بالولاية سنة 2020 ومع ذلك الديمقراطيين كانوا قلقانين بشأن تقلص حماس الناخبين تجاه بايدن احنا عارفين أن المواطنين الأمريكان من أصل أفريقي يعني مقلين شويتين في الإقبال على الانتخابات دلوقتي بقى فيه ترجيح بأنه وجود كمال هاريس يبقى دافع لتحريك هذه الدقرة الانتخابية لصالح الحزب الديمقراطي والحقيقة أنه غالبية هذه الولايات كانت تتجه لدعم المرشح الرئاسي دونالد ترامب يعني نقدر نعتبرها أنها كانت آمنة للجمهوريين طول ما بايدن كان موجود لأنه ما كانش منافس قوي لكن حصل نوع من الزخم الديمقراطي بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن واختيار نائبته كمال هاريس وده خلى هذه الولاية تتحول لساحة معركة حقيقية بدليل أنه قبل انسحاب الرئيس جو بايدن استطلاعات الرأي كانت بتظهر أنه ترامب كان متقدم في معظم الولايات المتأرجحة السابع إن لم يكن كلها لكن منذ إعلان ترشيح كمال هاريس بدأت تتحرك نماذج التنبؤ لصالح خصوصا أنه ترشيح هاريس أعاد تنشيط الناخبين الشباب والناخبين من أصول مهاجرة والموضوع ده كمان أثر بشكل إيجابي في وحدة الحزب الديمقراطي كان منقسم على مسألة استمرار بايدن ولا لا وبالتالي أثر على قدرته على التعبئة بنسلفانيا بقى تعتبر هي الولاية الأهم من ضمن الولايات المتأرجحة السابع نظرا لأنها تمتلك 19 صوت في المجمع الانتخابي البالغ عدده 538 صوت ومن ثم يفضل المرشحون عدم خسارة هذه الولاية لكن الطريق إلى النصر لأي من المرشحين لا يزال صعبا في ظل تقارب الهوامش التصويتية بينهم هما الاتنين صحيفة نيويورك تايمز قالت أنه متوسط استطلاعات الرأي يشير إلى تقدم كمالة هارس على ترامب بنسبة 49% مقابل 48% في ولاية بنسلفانيا مع الأخذ في الاعتبار أنه حمل ترامب تعول على أهمية فئة كبار السن في هذه الولاية من بين 13 مليون شخص بحسب تعداد 2020 أكتر من 2.5 مليون منهم من كبار السن اللي عمرهم 65 سنة وأكتر هؤلاء يشكلون كتلة تصويتية مؤثرة كانت أحد الأسباب وراء فوز ترامب على كلينتون في انتخابات 2016 هذه الفئة العمرية معظمها من البيض ومعظمها من المحافظين أولويات سكان بنسلفانيا بتشير إلى أن أجندة ترامب الانتخابية هي الأكثر توافقا مع السكان وفقا لاستطلاعات الرأي لأجرتها شبكة CNN في مارس الماضي يتضح أن أربعة من كل عشر ناخبين في الولاية بينظروا إلى الاقتصاد باعتباره القضية الأولى عندما يفكرون في اختيارهم الرئاسي وده أمر طبعا في صالح ترامب اللي بيسعى لتوظيف فشل بايدن في الملف الاقتصادي وفشلوا في الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومع ذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنل أن المنفسة على الولايات المتأرجحة السبعة متعادلة إلى حد كبير في السباق الرئاسي بين الرئيس السابق دونالد ترامب المتفوق في القضايا الرئيسية ونائبة رئيس كمالة هاريس التي لا تزال تشق طريقها للفوز في المجمع الانتخابي الناخبون في الولايات المتحدة أو في الولايات السبع المتأرجحة شايفين أن ترامب مجهز بشكل أفضل من هاريس للتعامل مع القضايا اللي هم مهتمين بها وعلى رأسها الاقتصاد وأمن الحدود ومع ذلك هم منقسمين بالتساوي تقريبا حول المرشح الذي يجب أن يقود الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة